ما حصل في رفح كما تحدث الاحتلال أنه قام بإجلاء أسيرين وما إلى ذلك وقام بغطاء ناري للعلم فقط الغطاء الناري أو حتى الغارات الإسرائيلية التي نفذها على أكثر من 15 منزلا وأكثر وعفوا ومسجدين كان يأويان نازحين هذه المنازل وهذا المسجدين يبعدان كيلومترات عن المنطقة الذي ادعى أنه أجل الأسرة من هذه المنطقة منطقة شمال مدينة رفح الغارات نفذت في منطقة الشابورة وسط رفح وأيضا المناطق الجنوبية لرفح أي أن المناطق الذي تم قصفها من قبل الطائرات الإسرائيلية ومن قبل طائرات الأباتش والطائرات الاستطلاع وحتى الكويت كابتر التي شاركت أيضا في إطلاق النار باتجاه خيام النازحين في رفح هذه المناطق جميعها بعيدة كيلومترات أو عدد من كيلومترات عن المنطقة التي ادعى أنه أجل منها الأسيرين الذين يتبعان لإقتلال نتحدث أيضا كان هناك وصول لشهداء كانوا مصابين بإطلاق نار من طائرات الكويت كابتر ومن طائرات الأباتش التي كانت تطلق النيران الثقيلة باتجاه خيام النازحين وسط مدينة رفح وأيضا في منطقة مخيمة الشابورة حتى محور صلاح الدين أو ما يسمى محور فيلادي الفيلم يصدم أيضا من القصف الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى وتم قصف المنطقة الحدودية بعدد من الصواريخ الثقيلة أدى إلى تضرر وإلى استشهاد وأيضا إصابة عدد كبير من النازحين هناك حالة خوف كبيرة في صفوف النازحين لأنهم أتوا إلى رفح وقبلها أتوا إلى خان يونس والوسطى الاحتلال ذكر بأن هذه المناطق آمنة وعلى الجميع الذهاب إليها ذهبوا إلى المنطقة الوسطى وقصفهم وشردهم إلى خان يونس وبعد ذلك في خان يونس أيضا اشتاح خان يونس وارتكب فيها المجازر ودعاهم بالذهاب إلى رفح والآن في رفح يتم قصفهم بأثقل القنابل وأقوى القنابل في العالم ويستهدف خيامهم بشكل مباشر أيضا جدير بالذكر بأن الاحتلال في قصفه لمدينة رفح في ساعات الفجر الأولى استخدم صواريخ وقنابل محرمة دوليا وهذا ما رأيناه في طبيعة الإصابات التي كانت تصل إلى مشفى النجار والمشفى الكويتي نتحدث عن إصابات بتر بشكل كبير جدا للأطراف نتحدث حتى الشهداء الذين وصلوا كانوا أغلبهم مجهولي الهوية نتيجة عدم وجود ملامح أصلا على الشهداء نتيجة قوة الغارات الإسرائيلية وقوة النيران التي أطلقت باتجاه منازل آمنين نتحدث عن قصف مخيم أي أن أقل صاروخ يقصف به هذا المخيم يؤدي إلى ضرر كبير وإلى وقوع الشهداء بشكل كبير جدا أول الشهداء الذين كانوا يوصلون إلى مشفى النجار والمشفى الكويتي كانوا من المناطق المجاورة للمنازل المستهدفة وهذا بالطبع إثر استقدام الاحتلال صواريخ محرمة دوليا وصواريخ قوية جدا في قصفه لمدينة رفح فجرة هذا اليوم هذه مجمل الأحداث حتى الآن مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل عام وتركيزه على المناطق الجنوبية التي ادعى الاحتلال بأنها آمنة